موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميين في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 5 اليونت الثاني الدرس الخامس مور تايم وقت أكثر موجودة بصفحة 30 من كتاب الطالب صفحة 28 من كتاب النشاط قبل ما نبدو بدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي صفحة 30 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة مور تايم وقت أكثر اللي هو عنوان الدرس أسفلها مكتوب look and listen to لينة and يوسف انظر واستمع إلى لينة ويوسف يوسف and لينة are at home يوسف ولينا في البيت الآن they are doing homework يعملون واجبهم البيتي لينة is doing english homework لينة تقوم بعمل واجب البيتي الخاص باللغة الإنجليزية فيطلب من أني أني أنظر لهذه الصور الخاصة بلينا ويوسف يعملون واجبهم البيتي listen واستمع استمع إلى لينة ويوسف يعملون واجبهم البيتي إذن راح نستمع المقطع الصوتي تبعويا بعدها نعرف شن المطلوب حفظه من هذا النشاط يوسف ولينا في البيت الآن they are doing homework لينة is doing english homework can you help me yes i'll try what's the time that's easy it's 3.30 look count the minutes 5 10 15 20 25 30 30 I see 3 and 30 minutes it's 3.30 بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتبعنا وياه المحادثة بين لينا ويوسف الآن نجح نوضح مفردات هذه المحادثة يوسف ولينا في البيت they are doing homework يقومون بعمل الواجب البيتي لينا is doing english homework لينا تقوم بعمل الواجب البيت الخاص باللغة الانجليزية فهنانا لينا تسأل يقول لها can you help me هل يمكنك أن تساعدني تسأل يوسف قالها yes i'll try نعم سوف أحاول فتسألة يقول لها what's the time ما الوقت فهنانا يوسف يعلم لينا قراءة الوقت كذلك احنا رح نعرف شون نقرأ الوقت باللغة العربية وباللغة الانجليزية اللي ما يعرف للساعة خلي ركز بهاي المحادثة الشون رح نتعلم قراءة الساعة نلاحظ أنه بالساعة سهمين نسميهن عقارب الساعة عقرب صغير وعقرب كبير العقرب الصغير أو السهم الصغير الخاص بالساعة يأشر على الساعة فلما أشوف السهم الصغير على رقم ثلاثة معناها الساعة بثلاثة لما أشوف السهم الصغير على الواحد أقول الساعة بالوحدة أشوف السهم الصغير بهدعش معناها ساعة بهدعش بعد ما اشوف السهم الصغير انتقل للسهم الشبير او نسميه العقرب الكبير العقرب الكبير يدل على الدقائق ذاك يدل على الساعات هذا يدل على الدقائق لكن هنا اذا اشوف العقرب الكبير او السهم الشبير على رقم 6 ما اقول 6 وانما القراءة مع الدقائق تختلف فاذا كان على الواحد اقراء خمسة هنا انا يوضح يوسف يقول لها لك انظري count the minutes احسب الدقائق 5 10 15 20 الى اخره فما اقول واحد اقول 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 واذا كان السهم الكبير على 12 معناها الساعة بالضبط يعني بثلاثة ضبط هذا ما يخص قراءة الساعة اذا عندنا اقربين اقرب الصغير يدل على الساعات اقراءه مثل ما هو اذا كان واقف على الواحد اقول 1 o'clock اذا كان واقف على الاثنية اقول 2 اما السهم الكبير اللي يدل على الدقائق ما اقرأه مثل ما قرأت السهم الصغير ما اقول واحد واثنية وثلاثة وانما 5 10 15 الى اخره فهنانا that's easy يجاوبها يقول that's easy الامر سهل it's 3 30 شون قرأ الوقت قالها it's 3 30 انها الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة العقرب الصغير متجه على ثلاثة اقول it's 3 باعتبار العقرب الصغير يدل على الساعات واقراء مثل ما هو اما العقرب الكبير ما اقول 6 اقول 5 احسب 5 10 15 20 25 30 اقول 3 30 انها الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة بتقول لينا i see فهمت 3 and 30 minutes ثلاثة وثلاثين دقيقة ثلاثة هي الساعات باعتبار عقرب الصغير متجه على الثلاثة ثلاثين دقيقة هو عقرب الدقائق اللي متجه نحو الستة واقول 3 and 30 minutes انها الساعة الثلاثة وثلاثين دقيقة شون اقراها اقول it's 3 30 انها الثالثة وثلاثين دقيقة بعد ما تعلمنا شون نقرأ الساعة نجي ناخد الملاحظات نحاول نكتبهم بالدفتر قراءة الساعات والدقائق باللغة الإنجليزية او الاخبار عن الوقت للسؤال عن الوقت نقول الجملة التالية اذا اريد اسأل شخص عن الوقت اقول له what is the time ما الوقت احفظوا هذا السؤال لان سؤال جدا مهم what is the time ما الوقت بعد ما سألت عن الوقت سألني واحد عن الوقت شون اجاوبه واحاول اتبع ذن الخطوات للإجابة عن الوقت يجب ان نعرف ملاء الإعداد من الواحد الى الستين اخذنا بدروس سابقة لعداد وحفظناها من الواحد حتى الالف اللي نحتاجه بهذا الدرس بالإخبار عن الوقت فقط من الواحد للستين لان ما عدنا عدد اكثر من الستين او دقائق اكثر من الستين وتكون صيغة الإجابة كالتالي شون نجاوب سألني واحد قللي what is the time ما الوقت ومنطيني بينقوسيا ب33 دقيقة فش اقول له اقول له it's 3.30 انها الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة منطينيها ارقام حولتها الى كتابه لان يجب ان اقرأ هذه الارقام شون اقراها اقراها من خلال الكتابة مالتين حيث اننا نذكر الساعة اولا ثم الدقائق اذا اروح اشوف العقرب الصغير اول شي ومن منتجه وبعدها العقرب الكبير واقرأ الساعة مثل ما وضحنا قبل دقائق مثال اخر ما الوقت منطيني بالاربعة وخمسطعش دقيقة شون اقراها اقرا الساعة اول شي بعدها الدقائق الساعة بيش بالاربعة فاقول it's 4 انها الرابعة الدقائق اش قد خمسطعش اقول 15 it's 4 15 انها الرابعة وخمسة عشر دقيقة موضوع جدا سهل مثال اخر ما الوقت منطيني بينقوسيا خمسة وخمسين دقيقة فش اقول الساعة اول شي it's 5 والدقائق 50 فاقول it's 5 50 انها الخامسة وخمسين دقيقة هذا ما يخص قراءة الوقت من الممكن يجيني بالامتحان هي تشي بهاي الصيغة what is the time ما الوقت يرسم لي ساعة يجيب لي صورة ساعة او يخليليها على شكل الارقام فانا لازم اكتب هاي الارقام كتابة مثل ما اتبعنا ملاحظات قراءة الساعة باسفل هذا النشاط مكتوب listen again and practice استمع وتمرن لاني سويلي محادثة بين تلاميذ اثنيا can you help me هل يمكنك ان تساعدني الطالب الاخر جاوبة yes i'll try نعم سوف اساعد مثلا يراوي ساعة يراوي هاي الساعة يقول له what is the time ما الوقت فالتلميذ الاخر يجاوبه يقرأ للوقت مثل ما وضحنا بهذه الملاحظات ننتقل الى كتاب النشاط listen point and say استمع اشر وقل write the times ثم بعدها اكتب الوقت انا منطيني صور مجموعة من الساعات كل ساعة تختلف عن الثانية يطلب من عندي اني استمع المقطع الصوتي اشر على الساعة اللي دي يقرأ بيها الوقت وبعدها يطلب من عندي اني اقرأ الوقت واكتبه باسفل الساعات فرح نستمع المقطع الصوتي نعشر على الساعات اللي يقراها بعدها نحاول احنا نقرأ الساعات ونكتبها تحت كل صورة نستمع المقطع الصوتي واشي track 41 listen point and say can you help me yes I'll try what's the time it's one o'clock it's one thirty it's ten forty five it's ten thirty it's nine fifteen it's eleven forty it's four twenty five it's seven twenty بعد ما سمعنا المقطع الصوتي واشرنا على الساعات اللي يقراها وعرفنا شون يقرأ الوقت ورددنا بعده يطلب من عندي اني اكتب الأوقات منطيني مثال نعنا الستاذ يسعد يقول له what's the time ما الوقت فالتلميذي حاول يقرأ الوقت عرفنا شون نقرأ الوقت العقرب الصغير يدل على الساعات هذا العقرب الصغير منتجه نحو الواحد فاقول it's one الساعة الواحدة بعد اشوف العقرب الكبير وين متجه متجه للاثناش فاذا كان متجه للاثناش معناها الساعة بالوحدة ضبط ما اقرأ الاثناش كدقائق فاقول it's one o'clock انها الساعة الواحدة بالضبط الصورة الثانية كذلك التلميذي حاول يقرأ فالاستاذ يسأل يقول له what is the time ما الوقت احاول اقرأ الوقت العقرب الصغير متجه نحو الواحد فالعقرب الصغير يقرأ الساعات فاقول it's one العقرب الكبير متجه نحو الستة ما اقول ستة وانما احسب الدقائق تعلمنا شون نحسب الدقائق five ten fifteen twenty twenty five thirty فاقول it's one thirty انها الواحدة وثلاثين دقيقة الساعة الثالثة الاستاذ يسأل يقول what's the time ما الوقت التلميذي حاول يقرأ الاقرب الصغير متجه نحو العشرة لكن ما يلنحو الهدعش ليش لان نهاية الساعة وبالتالي رح يصير من العشرة تنتقل من العشرة للهدعش فالاقرب الصغير يعتبر من العشرة والهدعش فاقول it's ten انها العشرة الدقائق العقرب الكبير نحو التسعة ما اقول تسعة تعلمنا نضيب خمسة خمسة من الواحد فاقول five ten fifteen twenty twenty five thirty thirty five forty forty five it's ten forty five انها العشرة وخمسة واربعين دقيقة الصورة الرابعة الاستاذ يسأل what is the time ما الوقت فالتنميذ يحاول يجاوب العقرب الصغير كذلك للعشرة ten it's ten انها العشرة والعقرب الكبير نحو الستة ثلاثين فاقول it's ten thirty انها العشرة والنصف الاستاذ يسأل مرة اخرى what's the time ما الوقت العقرب الكبير متجه نحو التسعة فاقول it's nine انها التاسعة والعقرب الكبير اللي هو عقرب الدقائق متجه نحو الثلاثة five ten it's nine fifteen انها التاسعة وخمسة عشرة دقيقة الصورة الاخرى الاستاذ يسأل what's the time ما الوقت التنميذ يحاول يجاوب العقرب الصغير بين الهدعش والاثمعش معناها على الهدعش فاقول it's eleven انها الحادية عشر العقرب الكبير متجه نحو الثمانية احسب five ten fifteen twenty twenty five thirty thirty five forty فاقول it's eleven forty انها الهدعش واربعين دقيقة ازود خمسة خمسة على الدقائق على مودي يطلع لي الوقت بالمضبوط اما الصورة الاخرى الاستاذ يسأل what's the time ما الوقت فالتلميذ يحاول الجاوب العقرب الصغير بين الاربع والخمسة اروح على الاربع اقول it's four twenty five انها الرابعة وخمسة واربعين دقيقة what's the time ما الوقت العقرب الصغير نحو السبعة فاقول seven it's seven انها سابعة twenty وعشرين دقيقة الصورة الاخيرة الاستاذ يسأل what's the time ما الوقت العقرب الصغير بين ستة والسبعة فاقول it's six fifty انها السادسة وخمسين دقيقة هذا ما يخص قراءة الوقت هذا ليس لجد المهمة من الممكن يجيب لي احد ذلك الصور يسأل سأشف ويقول what's the time ما الوقت فانا لازم اعرف اقرأ الوقت باللغة الانجليزية مثل ما وضحنا بالملاحظات السابقة او يجيب لي ابل امسحان ويقول tell the time او يسأل what's the time ما الوقت فلازم التلميذ حافظ ارقام كتابة على الموضي يقدر يجاوب تحريريا هذا السؤال المتعلق بالوقت ننتقل للنشاط الاخر point ask and answer اشر اشر على احد الصور هذني احد ذن الساعات ask and answer اسأل واجب محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الاول يأشر على ساعة من الساعات اللي اخذناهم بالتمرين السابق ويسأل يقول can you help me هل يمكنك ان تساعدني التلميذ الاخر yes I'll try نعم سوف احاول يقول what's the time ما الوقت فالتلميذ الاخر يحاول يقرأ الوقت حسب الساعة اللي مأشر عليها التلميذ الاول كذلك التلميذ الثاني يقدر يسأل التلميذ الاول على واحدة من الساعات يقولها what's the time والتلميذ الاخر يجاوبة هذا عبارة عن نشاط صفي لتطوير مهارة المحادثة بين التلعمل ننتقل للنشاط الاخر game لعبة can you help me هل يمكنك ان تساعدني هذن الاسئلة الاربعة وكذلك الاسئلة الاربعة بالتمرين القادم اسئلة شفوية جدا مهمة من الممكن الاستاذ يسنب داخل الصف او بالامتحان الشفوي يقول لي can you spell Iraq فالتلميذ لازم يعرف معنى هاي الجملة can you spell معناها هل يمكنك تلفظ كلمة Iraq فالتلميذ بما انه حافظ املاء البلدان اذا تذكرون ببداية اليونس الاول يجب حفظ املاء البلدان فيعرف املاءها فيقول له يقول له I-R-A-Q الاستاذ يطلب يقول له الفضل لكلمة Iraq الفضل لحروف معلتها فالتلميذ يقول له I-R-A-Q فالصير Iraq السؤال الثاني can you draw a slide الاستاذ يقول له can you draw a slide هل يمكنك رسم زحليقة فالتلميذ لازم يفهم السؤال ويحاول يرسم زحليقة شو ما كان مجرد انه يفهم السؤال معناها هل يمكنك رسم زحليقة number three ثالثا can you write four hundred هل يمكنك ان تكتب four hundred فالتلميذ يقوم على الصبور يكتب four hundred اللي هو اربعمية فذن الاسئلة اسئلة شفوية مهمة جدا التلميذ يحاول يفهمها ويجاوب عليها من خلال الاسئلة الشفوية بداخل الصف او بالامتحان الشفوي سؤال الرابع can you say thousand هل يمكنك ان تقول كلمة thousand فالتلميذ يردد وراه thousand كذلك التمرين الاخر can you spell English هل يمكنك ان تتلفظ كلمة English فالتلميذ يقول e-n-g-l-i-s-h سؤال ثاني can you draw swing هل يمكنك ان ترسم swing ارجوحها فالتلميذ يحاول يرسم ارجوحها can you write nine hundred تقدر تكتب تسعمية فالتلميذ يقوم على الصبور يكتب تسعمية يسأل لها مرة ثانية can you say teeth هل يمكنك ان تقول كلمة teeth يردد وراه teeth هذا ما يخص هذا النشاط هل يمكنك ان تتلفظ can you draw هل يمكنك ان ترسم can you write هل يمكنك ان تكتب can you say هل يمكنك ان تنطق او تقول فيحاول يحفظ ذنب الاسئلة عن ما يقدر يجعب على اي سؤال شفاء متعلق بيهن بالامتحان الشفوي او بداخل الصف هذا كان درسنا الهذا اليوم تعلمنا به قراءة الساعات تعلمنا به شون نخبر عن الوقت شون نسأل عن الوقت وشون نقرأ الساعة ونحاول نكتبها بالامتحان التحريري شون نجينا بالامتحان كذلك اخذنا مجموعة عن الاسئلة الشفوية وقلنا هاي الاسئلة مهمة جدا بالامتحان الشفوي وضحناها وعرفنا شون نجاوب عليها ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤال او سفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة